ملف ثاني للنقاش المتعلق بتطور الوضعية الوبائية في الجزائر يلتحق بنا الآن على المباشر من وزارة الصحة البروفيسور إلياس رحال المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة وعضو لجنة متابعة انتشار فيروس كورونا على المستوى الوطني مساء الخير بروفيسور إلياس رحال مساء الخير أخت من عربية شكرا على الاستضافة وشكرا لك كذلك بداية بروفيسور إلياس رحال خلال الفترة الأخيرة أصبحنا نسجل ارتفاع طفيف في عدد الإصابات بفيروس كورونا ما هي أبرز الأسباب لذلك؟ الأسباب نشاهد الآن منحنا الحالة المؤكدة في ارتفاع كما تقولين ارتفاع طفيف لكن الشيء المهم ليس ارتفاع الحالة المؤكدة حتى وإن كانت الأرقام حقيقة ترتفع المؤكد هو دواعي الارتفاع هذا على القطاع وعلى المصحات الاستشفائية يعني إذا أردنا أن نعلم أن اليوم اليوم الحالة الاستشفائية في ارتفاع وهذا ارتفاع مقلق الآن اليوم سجنا على الساعة الرابعة أكثر من 2700 مريض على مستوى المصحات الاستشفائية عبر كامل طراب الوطني وهذا الرقم يعتبر غير مطمئن من حيث الحالة المؤكدة اليوم سجنا 196 حالة زي 8 وفاية رحمهم الله وهذا شيء يعني ما روش يعني ما روش مطمئن ما يطمئناش لهذا نرجو الأسباب طيب الأسباب هي أسباب منها عدم احترام الإجراءات الوقائية نتكلم على القناع الواقي نتكلم على احترام البروتوكولات الصحية في الأماكن العمومية ونتكلم شيء المهم الوسيلة الآن اللي رهي متاحة للعالم هي اللقاح الآن اللقاح في الجزائر متوفر اللقاح متوفر في الجزائر ونشاهد منذ تقريبا شهر عزوف المواطنين على التلقيه لهذا وأنا أدعو إخواني المواطنين إخواني وأخواتي المواطنين إلى العزم على الذهاب إلى اللقاح لأنه الوسيلة الوحيدة اللقاح يعني باللقاح نستطيع أن نخفف من الحالات الاستشفائية الخطيرة وإلى قدر الله إن شاء الله ما يكونوش من الوفيات طيب خوفيسور إلياس رحال بالعودة إلى المصالح الاستشفائية وبالتحديد مصالح كوفيد أشرت في البداية أنه فيه ارتفاع لعدد مرضى كوفيد بالمصالح الاستشفائية وذكرت الرقم حوالي 2700 مريض متواجدين حالياً بالمستشفيات نعم هذا هو الرقم المؤكد إحنا من الأشياء الإيجابية في وزارة صحة أنه عندنا معلومات آنية معلومات صحية آنية للرصد الآن نحن في حالة رصده في حالة نتكلم عن الاستراتيجية الاستباقية نحن نذكر أختي الفاضلة أنه في الموجة الثالثة لحقنا تقريباً إلى 17 ألف مريض في المصالحات الاستشفائية وهذا رقم هائل وانت تعلمي بالإشكالات اللي كانت في الأكسجين اللي كانت طالب كبير وكبير كبير يعني جداً كبير جداً حتى بعض المرضى لحقوا إلى 50 لتر في الدقيقة نتكلم عن اللتر الهوائي ليس الغاز السائل نتكلم عن الغاز الهوائي يعني 50 لتر في الدقيقة رهو رقم كبير ورقم رهيب لماذا يعني نتكلم نروحوا كما يقولوا الخبراء نروحوا نتكلموا عن الاستشفاء نذكر يعني القاعدة الأساسية في محاربة الوباء أن الوباء لا يحارب في المستشفاء الوباء يحارب في المجتمع الآن الجزائر تحوز على كميات هائلة من اللقاحات وبأنواعها بشتة أنواع أربع أنواع يعني الخيار وهذا لا يتح لكثير من البلدان في العالم أنك يكون عندك أربع لقاحات وتبتوا يعني حتى في المجلات العلمية أن اللقاحات اللي اختارتها الجزائر يعني في المستوى الأول نتكلم على غرار اللقاحات الصينية نتكلم على سينوفاك اللي يراه في المجلة العلمية أمريكية في المرتبة الثانية بعد سينوفارم لقاحان الصينيين في المراتب الأولى يعني اللقاحات كما وعدنا المواطنين ووزارة الصحة وعدت المواطنين أن اللقاحات الجزائر التي تختارها الجزائر آمنة وفعالة وهذه يعني 13 مليون جرعة في المساحات في المساحات عفوا في المؤسسات الصحية وزائد عن ذلك يعني المنتوج المحلي للوقاح سينوفاك يعني كل هذا يعني حتى يكون إن شاء الله تكون الجزائر في أريحية لهذا الآن نظن أنه حان الوقت قبل الموجة الرابعة لقدر الله أن يكون طيب بخوفيسور إلياس رحال بالحديث عن الموجة الرابعة هل الجزائر اليوم رح يتعيش موجة رابعة في ذلك ارتفاع عدد الإصابات وكما ذكرت حوالي 2700 مريض الآن متوجد بالمصالح الاستشفائية هل رسميا نقدر نقوله بأن الجزائر رح يتعيش موجة رابعة من كوفيد 19 الموجة الرابعة حتمية الموجة الرابعة حتمية إذا كنا نحن في نزول منحنة ومرور باستقرار لمدة شهر أو شهر ونصف الآن نشاهد المنحنة هذا في تصاعد يعني ما عنده أي تفسير آخر إلا أنها موجة رابعة الموجة الرابعة الآن رحي على الأبواب تفدي بروفيسور أكمل الفكرة أنا في الاستماع الموجة الرابعة على الأبواب يعني إذا كنا بالأمس أنا استشفاء يعني بين 80 و100 مريض في اليوم كيف يفسر إن لم تكن الموجة الرابعة هي موجة رابعة يعني الآن هو اللقاح يعني رح يخفف من قوة هذه الموجة ومن تصاعد يعني يقدر يعمل يبسط المنحنة حتى تمر علينا بسلام الآن إحنا اللقاح يعني معروف أنه اللقاح ضد الفيروسات أنه لا يحمي من يعني يعني وجود المرض للقاح يحمي من المضاعفات يحمي من دهب إلى الاستشفاء يعني 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 بكبير يعني باحتمالات كبيرة دهب إلى الاستشفاء أو الذهاب إلى مصالح الإنعاش ولقدر الله إلى الوفيات لهذا أدعو مرة أخرى الجزائريين يعني للذهاب للذهاب إلى اللقاح اللقاح متوفر في كل مساحة في كل مساحة في المؤسسات الصحية لهذا الآن الجزائر تعيش الموجة الرابعة نشاهده حتى في دول أخرى نتكلم عن الدول اللي سابقتنا بالوباء بتقريبا ستة أو تمن أسابيع كان دول يعني في أوروبا رهي في الموجة الخامسة الآن نحن في الموجة الرابعة الموجة الرابعة هي يعني المحور الأساسي في الوقاية يعني في في تخفيف من من أضرار الموجة الرابعة هي يعني يعني تسجيل المواطن في يعني في الوقاية ضد ضد الكورونا باللقاح ليعتبر الوسيلة الوحيدة طبعا مع الإجراءات الوقائية نتكلم عن القناع الواقعي نتكلم عن التباعد واحترام البروتوكولات الصحية طيب بروفيسور إلياس رحال بالحديث عن وطيرة التلقيح لشهدتها الجزائر منذ أن تم توفير كميات معتبرة من اللقاحات على اختلافها سواء اللقاح الروسي الصيني أو حتى أوكسفورد أستخازينيكا بروفيسور إلياس رحال شفنا في كل مرة كانت وزارة الصحة تنتهج استراتيجية معينة من أجل أن تسريع عملية التلقيح وبلوغ المناعة الجماعية لكن ما نلاحظه مؤخرا أنه لما تنخفض الأرقام تقل معها وطيرة التلقيح لكن لما تعود الأرقام من جديد للارتفاع نجد أن المواطن يعيب خطورة هذا الفيروس ويرح يتوجه لمراكز التلقيح هل من استراتيجية خلال هذا الفترة رح تعتمدها وزارة الصحة من أجل الدفع بوطيرة التلقيح خيرنا نقدر نقوله تسرع فيها أكثر فأكثر نحن نستعمل كل وسيلة أولا من جوليا قربنا قدر المستطاع خارج المساحات التي تعتبر الهيكل الصحية هي متواجدة على كامل تراب الوطني استعملنا الخيم استعملنا الأسواق استعملنا المساجد استعملنا حتى محطات المترو في الجزائر العاصمة الآن الاستراتيجية وانتي تلاحظي يعني استعملنا هذه الأسبوع يعني من العطلة يعني زيادة أسبوع تعال عطلة عطلة المدارس يعني أعلنت عليها وزارة تربية وبالتعاون مع وزارة تربية استعملنا الآن وجود المدارس فارغة كحملة لكل عمال التربية ليعتبروا مواطنين هما يعني مواطنين لي باش نلقحوهم يعني كل وسائل راح تستعمل ل يعني زيادة وطيرة التلقيح لحقنا في شهر جوليا إلى تقريبا مئتين وتمانين ألف أنا راح نذكر برك أخي المواطن وأختي المواطنة أنه إذا كنا في أوج الحملة في أوج عفوا في أوج المنحنة في أوج الجائحة في الموجة الرابعة يعني حتى التلقيح يعني ما روش يكون عنده دور كبير الدور الكبير يعني للوقاح هو أنه يكون الإنسان الآن الآن هو وقت التلقيح الآن الآن لازم نختنم الفرصة المواطن الجزائري يجب عليه أن يختنم الفرصة يعني في حالة استقرار قبل الصعود الآن راح ب2700 لقدر الله الأرقام راح ترتفع وينك تكون بؤر يعني تعب بؤر وبأ في عدة مناطق اللوقاح راح يخسر الفعالية تعوه لهذا أنا أدعو المواطني للذهاب مرة أخرى إلى اللوقاح هذا الشيء مهم ومهم لحماية عائلات لحماية يعني كبار السن لحماية ندعو تانيك عندهم الأمراض المزمنة للذهاب إلى اللوقاح يعني لازم نخفوا هذا كله خسارة يعني التمنوا وفايات كل ولا تنين ولا تلاتة ولا احنا راح نحوسوا يعني باش ما تكونش عندنا أي وفات وهذا يعني كان دول يعني ما عندهاش اللوقاح احنا عندنا اللوقاح 13 مليون جرعة ورح تزيد الجيل قبل نهاية ديسمبر أكتر من خمس ملايين جرعة يعني هذا اللوقاح لازم يستعمل لازم واجب يستعمل والثاني كنا نادي للناس اللي عملت اللوقاحين واللي عندها أكتر من ستة شهور على تاريخ اللوقاح التاني أنه يعمل الجرعة الثالثة يعمل الجرعة الثالثة احنا نتكلمه بالانجليزية البوستر يعني باش يقدر يعني يقوّل مناعة تعهو مرة أخرى وهذا لحماية أنفسهم وحماية عائلتهم طيب خوفي سوق الياسر حال كنت ذكرت جزئية جد مهمة كميات اللوقاحات التي اليوم اقتنتها الجزائر مؤخرا كان فيه حديث عن انتهاء صلاحية أو انتهاء مدة صلاحية هذه اللوقاحات هل فيه أرقام حول عدد اللوقاحات اللي بإمكان أن تتلف إذا لم يتم استعمالها أنت تعلمي هذه بحسابات رياضية احنا اللوقاحات التي اقتنناها اقتنناها على حسب الأشهر يعني إلى حد الآن لا توجد أرقام يعني ما عندناش أرقام يعني ما عندناش الخسارة يعني ما عندناش يعني على الصلاحيات ولكن إذا استمرنا في هذا العزوف رح يكون كما مثل الأدوية الأخرى يعني إذا ما استعملناش اللوقاحات رح يكون يعني تاريخ الصلاحية منتهية الفعالية هذا شيء مهم وإحنا المهم ما روش في تاريخ الصلاحية إحنا المهم أنه نحمي الجزائري إحنا المهم أنه الجزائري هو يعني المحور الأساس في رصد الكوفيد يعني را كتشوفي حتى حتى يعني لوما ضاق إشهالية نوع عالي يعني كتشوفي في التلفزات يعني حتى في مواصل التواصل الاجتماعي كل يعني كل سياسة سياسة الاتصال تعويزارة صحة الآن راكم هنى عندي في المكتب غدا إن شاء الله تكونوا مع إطار آخر هذا كل هذا يعني يصب في يعني تحسيس المواطن والدفع به إلى اللقاح أنا نطمئن أخي المواطن وأختي المواطنة أن اللقاحات الجزائرية فعالة وآمنة يعني ما يخاف حتى شي ما كان حتى أعراض جانبية خطيرة إلى حد الآن منذ بداية اللقاح في الجزائر في أواخر جنفية لي يعني كانت فيه أعراض جانبية خطيرة مخلاف حمى أو وجع في يعني في منطقة الإبرة ما كان حتى إشكال يعني بشي رح يلقاح ونظن بلي اللقاح فعال وآمن وما فيه حتى خطر بل اللقاح هذا راح يحميه ويحمي عائلته ويحمي حتى يعني الأقارب طيب كوفيسور إلياس رح لك سؤال أخير هل أو ما هي الولايات اللي اليوم أصبحت تسجل ارتفاع طفيف كذلك في عدد الإصابات بفيروس كورونا هل لديك؟ هل من أرقام حول ذلك؟ والله الأرقام عندي إحنا عندنا خمس ولايات الأرقام أرقام هنا في الكمبيوتر الأمامي أنا نعطيك مثلا على ولاية الجزائر العاصمة ولاية الجزائر العاصمة نتكلم عن الجزائر العاصمة عندها أكثر من 400 مائة أربعمائة مريض في المصحات الاستشفائية الولايات يعني المعنية هي الولايات دول كتافة السكانية العالية هي الولايات اللي عندها يعني أسواق عندها يعني حركية كبيرة أنت تعلمي هذا هذا معروف في الفيروسات الفيروس لا يتنقل إلا بتنقل الأشخاص صحيح أين يكون يعني حركة اقتصادية واجتماعية كبيرة راح يكون الفيروس الجزائر العاصمة هي الأولى يعني نتكلم عن جزائر العاصمة نتكلم عن وهران نتكلم عن تيزيوزو نتكلم عن بجايا هذه الولايات الأربع ولايات هادو الأرقام تحم أراهم يعني في حالة غير مطمئنة لهذا أرجو أن نحترم الإجراءات الوقائية عفوا ومرة أخرى أتكلم عن اللقاح 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 وما يخافوا حتى شي يدهبوا اللقاح أفعال وآمن إن شاء الله حتى يكون يعني تكون الموجة الرابعة أخف ضرر على الجزائر من الموجة الثالثة أشكرك جزيلا شكرا لبروفيسور إلياس رحال المدير العام للمصالح الصحية حدثنا على المباشر من وزارة الصحة شكرا لك على كل هذا التفاصيل التي قدمتها بخصوص تطور الوضعية الوبائية نتمنى السلامة لكل المواطنين مواطنين